المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فأنت تعيش في هذه الدنيا والله ما ينفعك مال ولا ولد ولا قبيلة ولا عشيرة إنما ينفعك الله عز وجل إذا عملت ما يرضيه فاتقيته هو الذي ينفعك يوم من الأيام يأتيك أمرته سافر سفر إجباري ما تبقى ولا دقيقة لو طلبت منهم دقيقة واحدة ما يطونك سفر إجباري من هو الذي ينفعك أولادك عندك مالك عندك جنودك عندك من هو الذي ينفعك ما ينفعك إلا الله كل الدنيا التي فيها جنودك وأموالك وأولادك يحفون عليك التراب مع السلامة اذهب فإذا دخلت في هذه الغرفة ما ينفعك إلا عملك والصالح فأحسن عملك إذا عملت أي عمل في الدنيا والآخرة أتقن هذا العمل أصلح هذا العمل أحسن هذا العمل وأبشر بالخير فلا ينجيك من عذاب الله عز وجل إلا التقوى طاعة الله وامتثال أمامره واجتناب نواهيه فربنا سبحانه وتعالى بين أن هذه الصلاة علاج وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فازعى إلى الصلاة ترجمة نانسي قنقر